الغربال درب الشمال والجنوب السبت من شو الله مباراة الدرب الشمال الجنوب الافريقي اللي بقت خلاص من كلاسكيات دوري ابطال افريقيا الاهل وصندونز تقريبا مواجهة متكررة واخيرا من الاهل لا الاهل وصندونز يعني المباراة اللي هي كبيرة في مستوى التنافس على التأهل أنا بكلم عن تشكيل المجموعة لا يعني على الهلال السوداني الهلال طرف في المجموعة يعني لكن خلينا نقول انه القمة بتاعة شمال وجنوب القارة بقت الاهل وصندونز هم ونفسهم حتى بتوع صندونز قال لك خلاص ديت ده بقى الكلاسيكو الافريقي اعتدنا في السنوات والقرع ما تفهمش ازاي بتجيبهم دايما مع بعض في كل سنة من السنوات الاخيرة الاهلي في اخر ثلاث سنين واخد اللقب مرتين لعب ثلاثة فينالز سندونز البطولة غايبة عنه من 2016 المرة اللي اخدها من الزمالك المجموعة الاهلي وصندونز تسعة مساء السبت في ملعب السلام لكن في المجموعة القطن والهلال ستة مساء الجمعة يعني بكرة الجمعة الساعة ستة مساء المباراة لها تأثير كتير في المجموعة ولها اهتمام ومتابع من جماهير الاهلي القطن الكاميروني في جروة بيستضيف الهلال السوداني سندونز عنده ستة نقاط من مباراتين كسب الهلال في جنوب افريقيا وكسب القطن الكاميروني في جروة والهلال عنده تلتة نقاط كسب الاهلي في الخرطوم الاهلي ما عندوش ولا نقطة لانه ما لعبش الا مباراة واحدة لسه مؤجلاله مباراة القطن وطبعا القطن الكاميروني ما عندوش ولا نقطة من المباراتين او من المباراة الوحدة اللي لعبها المجموعة الاولى او هقول لكم بالزبط يمكن حارس سندونز الحارس اللي كل الجماهير حفظته دينيس انيانجو دينيس انيانجو حارس سندونز اللي شارك كل الناس حفظت شكله من كتر مباراة ومواجهات الاهلي مع سندونز محارس مميز جدا جدا قال دينيس انيانجو في صحيفة اي او ال الجنوب الافريقية الاستعدادات بتسير على ما يرام عندنا تطلع واحنا رحيل القاهرة لمواجهة الاهلي هي دايما مواجهة كبيرة عندما تواجه الاهلي لقد اصبحت واحدة من اكبر المواجهات في افريقيا على صعيد دور الافطال ومسابقات الاندية الافريقية الراجل عنده 37 سنة قال بالنسبة لسندونز الجميع الشعاداء لاننا سنلعب مع الاهلي نحن لدينا 6 نقاط ونحقق سلسلة انتصارات متتالية كفريق ده ديني سونيانگو